اليابان تعتر على مواد سوداء داخل جرعة من هذا اللقاح علقت اليابان استخدام مجموعة من لقاح كوفيد الذي تنتجه شركة مودرنا بعد العطور على مادة غريبة داخل عبوة اللقاح الزجاجية وتقول السلطات ان صيدلانيا شاهد مواد سوداء اللون داخل عبوة واحدة من اللقاح في محافظة كاناغاو وكان نحو 3790 شخصا قد حصلوا بالفعل على جرعة من شحنة اللقاح هذه وعلقت السلطات استخدام باقي الشحنة يأتي ذلك في أقل من أسبوع من تعليق اليابان استخدام نحو مليون جرعة من مودرنا بسبب التلوث وعطر السيدلاني على أجسام سوداء أثناء فحصه إحدى الجرعات بغية رصد وجود أي مواد غريبة قبل استخدام اللقاح وجمع الموزع المحلي لللقاح العبوات الزجاجية المشتبه في تلوتها وأفدت تقارير وسائل الإعلام المحلي أنه لا يوجد أي دليل حتى الآن على وجود مخاطر صحية ناجمة عن اللقاح المحتمل تلوته وكانت شركة تاكيدا التي تبع وتوزع اللقاح في اليابان قد علقت الأسبوع الماضي ثلاثة دفعات من اللقاح بعد العطور على مواد غريبة في بعض جرعات شحنة قوامها نحو 560 ألف عبوة زجاجية